قال موسى لربنا يا ربي خلقت آدم بيديك ونفقت فيه من روحك وأسجدت له ملائكتك وأدخلته الجنة وصبت عليه فكيف استطاع أن يؤدي شكر هذه النعم كلها فقال له الله يا موسى يكفي من آدم أنه قال الحمد لله رب العالمين قال موسى يا ربي ما قال العب يا ربي وهو راجع ماذا تقول له قال أقول له لبيك يا عب قال حيما قال وهو ساجد قال أقول لبيك يا عب قال موسى صيبة قالها وهو عاصل قال أقول له لبيك 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 إلا الله تعالى يخوض لموت ابن عمران على نبينا وعليه الصلاة والسلام وهو يتلقى الثورة قال موسى لربي يا ربي إني أرى مكتوبا في الثورة أن هناك أمة تأتي إذا استقرت اللقمة في بطونهم غفرت لهم لأنهم يبدأون الصعام بسم الله ويختموا له بالحمد لله اللهم اجعلهم أمتي يا ربي قال الله للموسى يا ربي قال الله للموسى يا موسى إنهم أمة محمد قال موسى يا ربي قال موسى يا ربي قال الله لأنه لا كمة إذا هم أحدهم بفعل حسنة ولم يفعلها كتبت له حذرة فإذا فعلها كذبت له عشر حسلات إلى سبعمائة بعض اجعلهم أمتي يا رب فقال له الله يا موسى إنهم أمة محمد فقال موسى يا ربي اجعلني من أمة محمد شكرا